بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا حلقة النهاردة حلقة يوم السابق حلقة أصحاب السعادة المقبلين على الزواج وكمان المقبلين على تجديد الزواج والنهاردة هنتكلم زي ما تعودنا من فترة ان احنا نتكلم عن المهارات الزوجية وده مبحث مهم جدا مش مبحث دي جزء من حياتنا مهم جدا جدا يتعلق بالزواج النهاردة هنتكلم عن حاجة كتير بنسمعها بنسمع المثل اللي بيقول ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه بس هل ده المثل ده صحيح انا طبعا انا اكتر حاجة اللي ممكن تستفزيني لما حد يتكلم عن الجواز انه يتجاوز عشان يربي حد او يتجاوز عشان يعود حد ليه طيب لانه معنى كده انه هو بيفقده ارادته فبالنسبة للاولاد فالتربية في الاسرة هي الاساس اللي بتخلي الاولاد يطلعوا اشخاص قيميين ومتزنين الناس عندهم قيم وعندهم اتزان انما بالنسبة للزوج فالمقصود هنا لو عايزين نخلي المثل صحيح مش ان جوزك على ما تعوديه بمعنى ان جوزك تحطي له نظام ويمشي عليه ده مش معنى صحيح ولكن جوزك على ما تعوديه يعني جوزك على ما تعشريه زي ما بتتعشروا مع بعض هيطلع المسألة دي لما ينفعش انه عامل الزوج زي الابناء وكأنه طفل بس كبير شوية احنا كده ممكن نبوزل علاقة اللي بينه عشان كده نعمل ايه يبقى علاقة المسألة بحالتنا ان احنا محتاجين شوية ان احنا نعيش مع بعض طب لما نعيش مع بعض يحصل ايه لما عيشنا مع بعض بوعي وبتركيز وباستخدام المهارة اللي احنا متكلم عنها النهاردة هيبقى طريقنا من التوافق الى السعادة طريق مفتوح وملئ بالورود ايه المهارة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة هي مهارة الصداقة الزوجية مهارة الصداقة الزوجية هي مهارة مهمة جدا مهارة مهمة جدا ليه لان كل اللي احنا محتاجينه اللي ممكن يتوفر في مسألة معنى الحب الحقيقي اللي هو الأمان والاهتمام والاحترام والتقدير بيتوفر وبتحقق لو عيشنا مع بعض بمهارة السعادة الزوجية يعني لو عيشنا مع بعض بمهارة الصداقة الزوجية هنبصت لقي من الطبيعي إن أنا ببقى حاسس بالأمان مع الصديق من الطبيعي إن أنا أحس كمان إن إحنا بشكل واضح حاسس إن أنا صديقي مهتم به وعشان كده الأولاد لما بيرقوش اهتمام بيروحوا ويعودوا مع أصدقائهم من الطبيعي كمان لو أنا عندي مهارة السعادة الزوجية هلاقي بشكل واضح جدا جدا احترام ولاقي كمان بشكل واضح تقدير ساعتها يبقى معارة السعادة الزوجية بتحقق لنا كل اللي إحنا محتاجينه عشان نوصل للحب بس ده بيجي مع الوقت ما بيحصلش في لحظة وعشان كده ده المشترك ما بين المثل وما بين المهارة النهاردة ايه المشترك ان احنا محتاجين وقت وعشان كده مهارة النهاردة بتيجي بالعشرة بتيجي بالتعود بتيجي بالتركيز بتيجي بشوية حيات مهمة جدا جدا وعشان كده مهارة الصداقة الزوجية شوفوا حتى أنا حاسس كل ما باجأ تكلم عن مهارة الصداقة الزوجية يجي في بزهن على طول يجي في زهن ايه السعادة الزوجية ومهارة دي تعني ان الواحد عنده قدرة على انه يبني علاقة شديدة وقوية ومتينة وتتحمل الصعاب ما بين الزوجين والمهارة دي بالزاد هي مهارة اساسية عشان تنشئ زواج صحي صحي يعني سالم من العوب وسعيد واصل للمقصد اللي احنا من اجل بنتجوز الجواز لازم يبقى صحي وسعيد الصداقة الزوجية بتساعدنا على ذا الصداقة دايما احنا عارفين انه ما بتبقاش من طرف واحد ولو من طرف واحد يبقى ما ما بقاش اصدقاء لكن لازم الاصدقاء يبنوا الصداقة دي مع بعض انهم يبقوا اصدقاء والصديق من اهم تعريفاته من اهم الكلام عنه الشخص اللي بيصدقك في كل شيء فهو معنى اعلى بكتير من الزمالة اعلى بكتير من الصحبة حتى لانه ممكن واحد بيصاحبك بس ليش صديق فممكن يكون مقصود بيها الصحبة بس احنا اصدين انه ما تبقاش الزمالة ولا الصحبة في المكان والزمان احنا اصدين الصداقة اصدين المعنى اللي كان ما بين عند حضرة النبي لما حصل مع السيدة خديجة عليه السلام ومش دروري ان واحد يختار الناس اللي تصحبه في مكان معين لكن اكيد هو بيختار اصدقاءه وبيختار اصدقاءه بعناية وبيختار اصدقاءه لانه بيبقوا مريته بيختار اصدقاءه لانه ما بيهم وامانه ويختار أصدقائه لأنه هو اللي يسند عليهم ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أكيد لما قال لنا المرء على ديني خليلي كان قصد هذا المعنى العميق ولأن المعنى ده عميق قد المعنى الصداقة كان مناسب لمعنى الزواج اللي هو أعمق علاقة موجودة عندنا في حالة بل أقدم علاقة إنسانية حتى قبل الأمومة والأبوه لأن سيدنا آدم وستين حوة اتبانت العلاقة بينهم على العلاقة الزواجية وعشان كده كان بداية العلاقة في الإنسانية هي بداية العلاقة الزواج وعاشوا أصدقاء واستشارها ونصحته ولذلك الصداقة يا سيدة بين الزوجين الصداقة بتخلي العلاقة تتأسس على بنية تستطيع أن تتحمل تغيرات الحياة وعشان كده عايز تعرف أي بيت هو بيت حقيقي عايش في السعادة الزوجية شوفوا هو عايشين بالصداقة لا لا لأن أكتر حاجة يعرفك هي العشرة وطح فيها أن هي عشرة مبنية صح أنك تشوف الإنسان في كل الحالات هو إزاي معاك وشايف كل تفاصيلك ومش بس قبلك في كل تفاصيلك هو معاك في كل تفاصيلك لأنه بيبقى ساعتها ساعت بيبقى اتحاد المصير وساعت بيبقى المصلحة واحدة فده الصديق الأقرب اللي هو بيسموه الصديق الصدوق هو ليس هناك أحد يستحق أن يكون الصديق الصدوق بالنسبة لك إلا الزوجة ولذلك الله سبحانه وتعالى يقوله من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها ويجعل بينكم مودة ورحمة ليه؟ وكأنه بيقولك أفضل صديق صدوق ليك زوجك أفضل صديق صدوق ليك هي زوجتك وحضرت النبي علمنا أن الزوجة ممكن تكون هي الأقرب لزوجها مش في كل الأوقات لكن بيظهر بقى في وقت الشدة وزيك ساعتها بقى بتقدم له النصيحة وبتقدم له الدعم شوفوا لما نزل الوحي على رسول الله رجع لبيته وقال حضرت النبي زملوني زملون فجت قصة الصداقة التي كانت بينه وبين السيدة خديجة فزملته فذهب عنه الروع صلى الله عليه وسلم وبعدها حكى للسيدة خديجة اللي حدثته في غار حراء وقال لقد خشيته على نفسي يعني فيه موطن هو محتاج فيه دعم فإلا حاصل فكان رد حضرتها على حضرته صلى الله عليه وسلم من أروع ما نتعلم فيه إزاي الزوجة تكون صديقه زوجها وتكون مصدر أمان وسند لي فقالت له علي السلام فقالت له إيه كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصدق الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتعين على نوائب الحق وعشان كده ما اكتفتش بكده بس رحت مقدمه له النصيحة قدمت له النصيحة فإلا حصل فلما قدمت له النصيحة رحت به لابن عمها ورقة ابن النوفل عشان ياخد رأيه هو دوت معنا الصداقة ده نموذج ده نموذج للصداقة زي ما كان حضرت النبي بيقدم نموذج وعشان نتعلم من الزوجين الزيب وأصدقاء إحنا عملنا إيه؟ حضرنا لكم عشر خطوات في طريق الصداقة الزوجية عشر خطوات لو إحنا اتدربنا عليهم وعشناهم هتتحول إلى صديق لزوجتك هتتحول إلى صديق لزوجك أول حاجة التفاهم والاحترام كل واحد من الزوجين لابد أنه يفهم يفهم الآخر يفهمه ويحترم مشاعه وإيه اللي حاصل وكمان لازم يستمعوا البعض بعناية ويعرفوا احتياجات بعض ورغباتهم ويحاولوا بقدر الإمكان على قد ما يستطيعوا أن هم يلبوا هذا وما فيش حد يقدر يحاسب حد ويوصلوا إلى الاحترام زي الزوجين وعشان كده مش بيحترموا غير لأنه حاسس بيه كإنسان يبقى إيه اللي حاصل يصحبه ومش بس بيحترموا طول الوقت ده كمان بيعملوا معاملة تخليه يذهب عنه الوجع والضيق مش بينتقدوا بيلوموا بيحكم عليه أحكام مش حقيقية ومش كمان مش ملتفت لدوافعه لا ده ملتفت لدوافعه ومقدر ظروفه ومحترم ده كله ومحترمه والاحترام ده أساس الصداقة وده اللي بيخلي الصديق يفتح قلبه لصديقه بدون خوف هو بيحكيله لأنه حاسس أنه عايفضل محترم لأنه لو حاسس أنه لما يحكيله ده وقت عينقص منه وبعدين يتخذ عليه وبعدين يحسسه أنه عنده نقص أو عنده اضطراب نفسي أكيد مش يحكيله مرة تانية تاني حاجة أنه يبقى فيه صدقه شفافية فيه ناس بيعتبروا أن الصديق آه أنا ممكن أقول حكيله بس أنا ممكن كمان في بعض الأحيين لما تكون الصديق ده الزوجة أحكي لها حاجات ما تتنسبش إحنا لما نكون أصدقاء بنتبادل مع بعض المشاعر والأفكار بشكل فيه إيه؟ فيه صدق يعني لما يكون هو عنده احتياج يقول لها بشكل صريح مش جارح الصراحة مش معناها المجارحة المصراحة مش معناها المجارحة وإزاي يعمل كده؟ يقول أنا محتاج كذا بس ما يقول لاش أنت عملت كذا هنا هيساعد هيساعد التواصل الصادق والشفاف ده هيساعدهم على بناء الثقة والتواصل مع بعض والفعال اللي لابد يكون ما بين الزوجين لأن لو ما فيش تواصل ما فيش صداقة بالعكس ده الواحد لما بيكون بيضيق بيه الحال بيروح ليه يتواصل مع صدق فيه ناس كتيرة بيطلبوا من زوجاتهم أنهم يعودوا معهم عشان يكلموهم فالسوكة ما تتحسش بأهمية ده أو الزوج الزوج هتطلب منه أن يوعد يكلمها هي هو مش عارف أهمية ده لا ده مهم جدا أن أنت عشان تبني صداقة زوجية لازم تهتم به الوضوح والصدق لأن بدون الوضوح والصدق هيبقى فيه تجريح ويبقى فيه تضييق وانفعال وعشان كده هيبقوا الاتنين إذا كان فيه وضوح وصدق مرتحين ويبقى التواصل بينهم هو تواصل رحمة وتخفيف وكل ما كانت الشخص عارف أنه عنده حد ممكن يتواصل معاه بصراحة ويقوله مشاعره بصدقه بشفافية كل ما يحس بالأمان ويحس أن في أي وقت في الشدة هيجد حد قريب منه ويساعده ويسمع كلامه من غير ما يحاول ليئذيه ويبقى هو العين اللي بيشوف بيها ويبقى كمان هو حاسس أنه قادر يتعامل مع الحياة بشكل أفضل ويفهموا بعض من غير كلام لدرجة أنه هم يوصلوا أنهما لو خارج البيت يتكلموا مع بعض بالنظر ويفهموا بعض بالنظر لأنهما تعودوا أنهما صدقين مع بعض وشففين مع بعض الحاجة التالتة والنقطة التالتة اللي احنا بنتكلم عنها هي التعاطف والدعم يعني إيه التعاطف والدعم أن كل واحد من الشركين يكون متعاطف مع الآخر ما يعتبرش مشاعره دي حاجة كده تخصه وما يوجعش قلبي وأنا عشيه الهم يوهمه مع بعض هو خلاص لا ده لازم يتعاطف معاه ويحس بإحساسه ويكون قلبه على قلبه ويقدم له الدعم في الأوقات الصعبة أنا بقول دايما للأزواج الزوجة محتاجة أن أنت تكون زي صديقة لو خاصة في أحوال لما يموت والدها تيجي تقول لي لما وات والدي ما عملش أي حاجة ما عملش أي حاجة يعني إيه هي منتظرة في الوقت ده أن أنت تتعاطف معاه وتدعمها هو كمان بيقولها لما ماتت والدتي هي ما عماش حاجة وكملت يومها وكملت حياتها وما دعمتنيش الوقت ده هو بيحتاج أن التعاطف والدعم لأن الدعم ده بيتحقق لما أنت تسندوا في أهدافه وتسندوا في التغلب على التحديات اللي بيمروا بيها رابع حاجة ودي حاجة مهمة جدا 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 المرح والمشاركة في الأنشطة المشتركة أن هما يكونوا عندهم قدر من المرح لما بيعودوا مع بعض كل واحد فيهم يفتح باب المرح أنا أعرف ناس من جاوزين لما يبتدوا يتشاركوا في المرح يبتدوا يقربوا من بعض ويبصوا في عينين بعض ويفرحوا المشهد اللي انتو بتشوفوه ساعات كده في بعض المسلسلات وبعض التلو أن هما بيرجعوا يبصوا البعض بأن هما مشتقين لبعض لما يمرحوا مع بعض ده حقيقي وهو ده تعالى لما نعمل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمرح مع السيدة عائشة والأنشطة المشتركة دي لما خلها تتفرج على الأحباش وتعمل الأنشطة الممتعة دي الأنشطة الممتعة دي بتخلي الشخص ده حاسس بأن الشخص ده سبب من أسباب السعادة سبب من أسباب الفرح وعشان كده المرح والمشاركة بتزود الروابط العاطفية وتخلي وكأن قلبهم قلب واحد وبيفهموا عواطف بعض ومشاعر بعض وبيجوا في الوقت المناسب وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شارك السيدة عائشة لما جات بتتفرج على اللعب اللعب الأحباش ومش بس كده وكان بيسابقها حضرة النبي عشان يتعرف إن هي إذا كان واحد بيجري معاها اعتشر بإيه غير إن هو صديقها اعتشر بإيه وإن هو بيعمل حاجة هي بتحبها أكيد هو صديقة وبيحبها وتفضل هذا الشعور الاشتراك في الأعمال المشترك الاشتراك في الأنشطة المشتركة وكمان المرح يخليه متأك تخليه يستدعي إشه وتخلي كل الزوجات متأكدين إن هم مع صديق وهو كمان لما يعمل كده يحس إن هو وإن كان ما عندهمش أصدقاء بقى عنده صديق في البيت يستطيع إن هو يبني عليه رقم خمسة بقى ده شيء مهم جدا 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 إن إحنا ببساطة خالص لما الناس تحتفظ يعني في رقم أربعة دولة لو إن الصديقين قرروا لو إن شوف لو إن الزوجين قرروا إن هم يمشوا مع بعض كل يوم لو إن هم قرروا إن هم يتفرجوا مع بعض على الحاجة المفيدة أو يقرأوا كتاب مع بعض كل يوم بس بشرط إن هم كمان يخلطوا ده بالمرح هتبقى حاجة ممتعة وتبقى باب من أبواب الصداقة العجيب وعشان كده بقى يجي رقم خمسة رقم خمسة بيقول إيه انتهز بقى أنت عملت إيه مرح وعملت مشاركة خش بالخطوة الخمسة خطوة الخمسة إيه احتفظوا بالرومانسية والمشاعر الإيجابية يعني إيه احتفظوا بالرومانسية والمشاعر الإيجابية يعني كل واحد فينا ببساطة خالص يعمل أعمال تحسس شيرك حياته إن الحب مازال مشتعل في قلبه إن الحب مازال موجود إنه يتكلم بكلمة مفاجأة كده بتعبر عن مشاعره زي ما رسول الله قال لراجل لما قاله إنه بحب فلان قال أخبرته وقال لا قال ده فأخبره وعشان كده لازم تفضل اللفتات الحنونة والتعبير عن المشاعر موجود لازم يبصلها فتحس إنه هو مشتعلها وما فيش مانع إنه هو كمان يعبر الله عن ده بشكل ما يفهموش غير الاتنين دولة كل وجود ده يخلي المسألة ده مش صديقي اللي معايا في الشارع لأ ده صديقي اللي كمان أنا قادر أعيش معاه عواطف ما بعيش عاش مع حد تاني طيب لو حصل بقى عندنا الأصدقاء ممكن ما يتفهموش ألا ممكن لازم في أي حال من الأحوال لازم يبقى إيجرقم ستة بقى التفاهم والتسامح والتغاضي لازم شركاء الحياة يتفهموا حتى في الأشياء المختلفة اللي اختلفوا فيها حتى لو وقع أخطاء يتفهموا مع بعض ويتغاضوا عن الأخطاء ويحاولوا بقدر الإمكان إنه هو يحلوا المشكلات بشكل بناء بدون أدنى إثارة لمزيد من المنازعات ده هيخليهم فعلا أصدقاء الحاجة السابعة إن هم يعيشوا حياتهم على إن هي مش لحظة ولا إن هي زي ما يقولوا كده وان شوت لا حياتهم بتتطور وإحنا بتغير والصديق اللي أنت بتحس إنه هو صديقك لما يكون معك في تطور حياتك وإذلك لازم يسعوا إن هم يطوروا حياتهم مع بعض وكل واحد فيهم يكون حريص على إنه يطور حياة زوجه هي تكون حريصة على إنه يكمل من الماجستير والدكتوراه هو يكون حريصة على إنه تترقى في الشغل هو يكون حريصة على إنها تتعلم حاجة جديدة هو كمان هي تكون حريصة على جهة وهم الاتنين يكونوا حريصين على إنهم مستوىهم الاجتماعي يتحسن يخرجوا من أزمتهم الاقتصادية هم الاتنين يحسوا إن البيت مكان عشان يطوروه ويشتركوا هم الاتنين في الكلام ده وتحسين الإلاقات عبر الزمان هو شيمة العقلاء شيمة الحكماء وهي دي من أهم الحاجات اللي بتقرب الناس مع بعض إن يفضل اسمه محفور في حياتي إن هو ساعدني في ده وإن يفضل اسمه محفور في حياتي لإن هي ساعدتني في ده وساعتها بيكون الحياة بشكل صحيح رقم بقى تمانية الاشتراك في الأهداف لازم نقعد مع بعض من وقت للتاني ونقعد نحدد أهدافنا نقعد مع بعض ونحدد الأهداف بتاعتنا وتكون الأهداف مشتركة ونشتغل عليها سوا وده بيقربنا من بعض جدا إن يبقى فيه حاجة اسمه الاتحاد في الهدف الزواجي إن إحنا يكون عندنا قرار إن إحنا نحسن مستوانا المادي ونحسن مستوانا الاجتماعي وإن إحنا نتدخر نتدخر فإحنا في الأزمة اللي إحنا فيها اللي بيتدخر دلوقتي هو اللي بيستطيع أنه يتجاوز بعد كده وتحسين مستوى تعليم الأولاد كل ده بيخلينا ندخل إلى الصداقة الزوجية كل اللي بيمارس ده هو عنده مهارة الصداقة الزوجية مهارة اللي جاية بقى يا رقم 9 دي مهارة جزء من مهارة الصداقة الزوجية هو حاجة مهمة جدا جدا الأولوية إن كل واحد فينا يمارس إن شريك حياته إن زوجته أولوية إن زوجها أولوية في حياته لأن ده لو حصل إن حد يحس إن هو أولوية في حياتي التاني وإن أنت مستعد تسيبه اللي في إيديك وتروح له لما يحتاجك في أي موقف أنت هنا بتزرع فيه معنى هيفضل طول حياته حاسس بالأمان عنده فعشان كده لازم يحس إن هو أنت أولوية عنده في إيه اللي يحصل فهو مهارة ما يحتاجك في أي وقت هيلاقيك في وقت الشدة وفي وقت الفرح وساعتها هيعتبرك إن أنت صديقه لأن أنت عمرك ما خزلته في أي وقت كان محتاجك فيه رقم عشر أو الأخير بقى المشورة المتبادلة بلاش الفلسفة بتاعت إيه شوروهم وخلفوهم وبلاش هو مش هيحس بي لا المشورة المتبادلة هي اللي بتخلي الناس يحس بالصداقة وده اللي حصل مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مشورة ستنا مسلمة لما كاد المسلمين إن هم يضيعوا فمشورتها هي اللي خلت مسلمين النبي لكن حضرة النبي كان ممكن ينتظر الوحي بس حضرة النبي كان بيعلمنا إن المشورة المتبادلة ما بين الزوجين هي أفضل طريق للعيش بسلام وأمان خلينا نقول حاجة مهمة جدا إن أكتر حاجة تحسسنا بالاتزان في الحياة الزوجية إن احنا نعيش مع بعض كشركاء حياة بنستشير مع بعض ونحس مع بعض بإن احنا فعلا في أمان أنا حابب أقول لكم إن الزوج ده نعمة لازم نعرف إن الجواز لا نعمة لما ربنا قال لنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجها كان معناه إن الجواز نعمة بس مش هنقدر نوصل لخيرها وفضلها غير لما نعرف إن الرسول الله لما قال لنا إن الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة والحديث ده بالذات لازم نحس بيه عشان نحس إن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هو نعمة بالنسبة لها وهي نعمة بالنسبة له وعشان كده عشان نقدر ندوق حلوة النعمة دي لازم نستعمل نستعمل مهارة الصداقة الزوجية اللي صحيح هي مهارة جميلة بس كمان بتتطلب مننا إن احنا نشتغل مع بعض نتفق مع بعض نتفق على إن احنا نبني علاقة متينة ما تتأثرش بأي مؤثر ممكن يمر علينا مهارة مبنية على التفاهم والاحترام والدعم المتبادل والرومانسية والصدق والشفافية يا رب اجعلنا قدرين إن احنا نمارس هذه المهارة وأنا عايز أقول لكم حاجة عايز تعرف البيت قد إيه متين عايز تعرف قد إيه البيت جميل عايز تعرف قد إيه البيت حصين بص شوف أهله بيستخدموا قد إيه مهارة الصداقة الزوجية مهارة الصداقة الزوجية كنز يا رب اجعلنا ممن ينهنولا من هذا الكنز وأعنا بمددك على إن احنا نكون في بيوتنا أصدقاء عشان نخرج من أي ضيق ومن أي بلاء ونحن سعداء يا رب العالمين يا أكرم الأكرم بعد الفاصل نلتقل بحضراتكم ونتلقى السيداتكم من باركة عشان نجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره الصفحة اللي احنا دايماً بنتلقى عليها أسئلتكم من باركة وتفضل جسر مفتوح ونفضل منتفعين بأنوار تواصلكم معنا وناخد أول سؤال عندنا النهاردة من السيدة المعبد الرحمن من الجيزة السيدة المعبد الرحمن تفضلي السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام عليكم تفضلي يا فاند أنا متشرفة جداً بالسؤال حضرتك علي السنة أسفى أني أعتدى تفضلي على رأسي تفضلي يا فاند كنت عايزة بس أسأل حضرتك ثلاث أسئلة تفضلي أنا أول حاجة أبقى طمعان أن حضرتك أبقى طمعان أن حضرتك وطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون عشان ثلاث أسئلة ياخد وقت فنوطي التلفزيون شوية ونتسمعيني من التلفون لا تقرأ أنا مع حضرتك أنا بص أول حاجة في اللي أنت قلتها أنا بتشارك مع جوزي بس هو ما بياخدش بالرأي وده بيرجع لحاجات تانية كتير إنه مثلا بقوله مثلا نعمل كذا وما يعملش كذا وبيرجع في الآخر ياخد رأي أخوه وبيرجع في الآخر بيقلب علينا إحنا بالعكس دي حاجة الحاجة التانية ما فيش طوافق ما بين الحنان اللي أنت تكلمت عليه أو الود اللي هو المتبادل ما بين ما إحنا ملاتنه فأنا دي حي النقطة أنا مش عارفة أوصلها طي يعني أنا متجوزة معاه أجيلي 23 سنة ما فيش في أي مرحلة ما فيش أي مرحلة من مراحل حياتكم كان فيه موجود الود دا والحنان دا كان بقى من كم سنة من عشر سنين مثلا من خمسة عشر سنة أو طيب أنت فاكرة المرحلة حصل فيها إيه يعني مثلا حصل إنه أنه مثلا خسر حاجة إنه هو حصل له أزير حاجة كان لسه بنيبتدي في حياتنا وكنت واقفة معايا وابتدينا واحدة بواحدة لك كانش عندنا محل بقى عندنا محل في حاجاتنا تسباج عليها أو في التغيرات كتير إيه التغير اللي حصل فحصل من خمسة عشر سنة مثلا أو من عشر سنين فخلى الود نقطع إن شغل عنك قف إن شغل اتجاوز عليكي أو أول ما بقى معه فلوس وكده وقادر يفتح بيت فتجر ما قلت كده أنا قلت إلي فيه حاجة فيه حاجة ما 23 سنة والود اختفت قدلت ورديت وتمام التمام وقعدة معاها في نفس البيت في شقة مختلفة يعني في شقة تانية غدا شقتي لا قعدة معاها في نفس الشقة أو تمام كل واحدة في وضع أو طيب اتفضلي أولا كان هيطلع بره بس والدته والله يرحمها قالت لي أنت عايزة جزي يطلع جزيك يطلع بره طيب واللي يفضل موجود والتالي لا يفضل موجود عشان خاطر ابني السؤال التالت السؤال التالت أم عبد الرحمن السؤال التالت أنا ابني كلما يروح مكان عشان يشتغل فيه ربنا ما بيوفقهوش أو يفضل مسك يمسك أي حاجة عشان يبتديها ربنا مش موفق طيب لأنه هو مش بيصلي وانا عايزة أرامه لا هو كمان هو مش بيصلي عشان حاجة تانية خالص هو مش بيصلي ومش موفق لأنه هو في الحقيقة أنا أقول لك حاجة وتقول لي لي أيها لا لأنه هو أنتوا مبنيين البيت عندكم يعني زوج حددتك كان بني البيت على فكرة أنه هو متدين فلما حصل الجواز التاني ده الولد حصله ضرب في حياته قال ده صحيح؟ هو كان صغير كويس بس حصل طيب شكرا أنا أكلمك بقى أقول لي شكرا أقول لي بسدي المسألة ببساطة خالص أنه هو في سؤالين هنعمل إيه أنا قلبي لسه موجوع مش قادرة أحس بأن أنا متفعلة بمسألة أنا لا أحب أبدا بصدق لا أحب ولا أفهم أني حدي جوز اتنين وحطهم في نفس الشقة أنا لا أفهم ده كل واحدة لها حق في ساكن مستقل حتى لديه لو كانت وسيط الولد المباركة فأرجوكم افصلوا أول حل عشان يبقى فيه ود عشان تقدري تمرحي عشان تقدري تعيشي مع زوجي كل الكلام الصداقة اللي احنا بنقوله ده عشان حتى تقدروا تتنفسوا على هذا الرجل لازم ما يبقاش المنافسة الموجودة زي ما يقولوا كده على عينها كتاجر فلازم إيه اللي يحصل أول خطوة هو أن أنتو تنفصلوا في شقةين مختلفتين بما أنك أنت أنا بنصحك كده ليه بما أنك أنت كنا قادرين نعمل الكلام ده فنصحتي عشان الود يبقى فيه انفصال فيه ما تبقوش في سكن واحد ليه ما تبقوش في سكن واحد قصدي ما تبقوش في شقة واحد ليه طيب لأن ده هيخلي الحياة حياة ملتهبة طول الوقت أي حاجة بيعملها إما هو بيعمل كده تمثيل أو بيعمل كده عشان يغزى فكل ده لازم نغيب الطرفين عن بعض عشان تبقى الحياة مستقلة فده شيء مهم جدا جدا أما ابن حضرتك فابن حضرتك محتاج أنه هو يعيد معرفته بالدين وأن والده ليس هو الدين لكن والده شخص متدين فإذا كان والده عمل حاجة واجعت مامته أو والده عمل حاجة لأنه الفكرة كلها أنه مش ميرجع للدين بس أنه يرجع للدين ويرجع للحياة فيفهم معنى النجاح لأنه ممكن يكون جوه جوه طب أنا لو نجحته في الأخ خالص عامل يجيلي فلوس وأروح واجع اللي أحبها زي ما بابا عمل في ماما فهو لازم يغير النظر دي للحياة شوية فياريت هو يسمعني والحقيقة أنتوا محتاجين شويتين ثلاثة أنت دعم دعم نفسي ومحتاجين أن يحصل استشار فرجاء لو قدرتوا تتفضلوا في مركز الرشادي الزواجي ممكن نتكلم بالتفصيل وابن حضرتك محتاج أنه يسمع مني أن الحياة محاولة عشان نتقدم وكل مرة أنا فيها ما بوفقش لأنه ممكن يكون في داخله حالة من حالات المظلومية دفينة أنه كل ما بيروح شغل بيحس أن الناس دي بتظلموا زي ما قارب الناس إليه ظلموا لما حطوا في بيئة صعبة شوية فهو لازم يشيل المظلومية دي ما فيش حد بظلمك يا بني أنت معك ربنا واستمر وحاول وخليك متمسك بأن أليس الله بكافر عبده ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب الملك ده كله مش بابا فإذا كنت فقدت فقدت أن أنت تبقى القريب من والدك أو فقدت أن أنت تبقى المفضل عند والدك ده مش معناه أن أنت مرفوض يكفيك أن أنت مقبول عبد عند الله واستمر في حياتك فده شيء مهم جدا أنه هو يسمعه ويعرفه معنا الأستاذ صلاح أستاذ صلاح موجود أستاذ صلاح من مني وأنا الأستاذ صلاح منين من نوفية فان من نوفية تفضل الأستاذ صلاح ربنا يحفظك يا حبيب وعندي بنتي لازم تبقى حضرتك وبترجو أنك تدعي لها من بعد إذنك يا رب ربنا يوسع عليها ويوسع لها أمرها ويوسع لها رزقها ويرزقها رزقا حسنا بغير يحاول منها ولا قوة ويفتح عليها ويجعلها في راحة بال وفي نشرح صدر على الدوام يا رب العالمين. ما عليك يا دبتر. ربنا محلمناش من دعائك الحلو يا رب. الله أعزك يا حبيب. معلش سؤال واحد بس بعد. فضل. انا كنت تعباني من الخامس واحد فروحت روحت للتبطور. بعد الشر عليك. ربنا يا خليك يا حبيب. فأختي كبيرة بتتصل بي عايزة تيجي تزورني خايفة علي. فالمهم أقسمت عليها بالله انها متجيل. وبعد حوالي ساعتين ثلاثة كانتنا يا حبيب. طيح قامت لأ تاب systemic. فتحت الباب وداخلت في دافحناك هذا sagitté عليا يا كفارت。 انت حلفت بايه. ولطلع والله منتجاية يا حبيب. طيب. قلتو, والله منتجاية انا بس يشعchu عليها والله عشين نسلمه. انت قلت لها ولله منتجاية مطلقاً. لو كنت قلت لها ولله مانتجاية موش عايز. لو قلت لها تفاصيلة تاني من كنتش هيبقى عليك إبقى كفارتة يا امان بس انت قلت لها. ولله منتجاية فجت? كانت علقت على المجيء فأيه جات فأيه بقى تطعم عشرة مساكين ده لازم كده مفيش اي حاجة اه لا ومفيش اي حاجة مفيش اي حاجة تتعلق بعلاقتك الزوجية بزوجتك طب انا بقول كده ليه عشان الناس كتيرة بتفتكر ان اي حلفان بيروح سارح على الجواز لا انت بس هتطعم عشرة مساكين وعشرة مساكين ممكن تديها فلوس للناس خلاص نعم استاذ نبيل السلام عليكم عم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله بركاته طيب والعود عليك الايام بخير وعلينا وعليك وكل احبابك يا رب وكل احبابك انا بجي عندي خمسة وستين سنة واكبر واحد باخواتي طيب اخواتي جامعة ذا وارس ابوية وجيت انا اخد حجي مردي سيطولة اضحت على مقضيت اسمها الفرز وتجنيه طيب صح ايه رأيك في الاخ اللي بيح اقول عاجيك لأقول اقول لحضرتك على طول اقول لحضرتك يصلح حالك انا يتعبان ما تتعبش انا عايز اسألك سؤال انت مش ربنا سبحانه وتعالى كرمك وان شاء الله ربنا يفتح عليك وتاخد حقك ايه المشكلة اخوك غلت وارسول الله سنبي يقول ليس الواصل بالمكافئ ليس الواصل بالمكافئ وقالوا ازاي يعني قال انما الواصل ومن اذا قطعت رحمه ووصله فتوكل على الله يعني وخلي المسائل دي بدل وصل لك حقك سامح لكن بتقول لي ايه رأيك في الاخ اللي بيعمل كده الله سبحانه وتعالى جعل اكل اموال الناس بالباطل باب من ابواب النار وحضرت الابرح قال كده بالتفصيل قال فمن قطعت له حق اخي فقد قطعت له قطعة من النار فليأخذها او اللي يدعا فالامر بيزداد سوءا كمان يعني في بعض الاحيين الامور تزداد سوءا اذا كان الكلام ده متعلق بالاقربين فيتحول من معصية الى كبير فالذلك لازم نتقل الله سبحانه وتعالى احنا مش بحمل كده احنا مش بحمل ان احنا نفتح على انفسنا ابواب النيران لي لا شيء على فكرة الفلوس دي لا شيء لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافرة منها شربة ماء انت ايها الاخ العزيز مش هتتحمل لان انت تكون معرض لان انت تكتكوب نار مضاعف لانك مش ارتكبت كريبة كبيرة مع الناس لكن ارتكبت كبيرة كمان وقطعت رحمك وعملت اشياء مليئة بالسوء فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تفعل هذا وربنا يسلح ذات البين يا رب العالمين يا رب اجمع السيد نبيل واخوه يا رب على المحبة والمودة وسيدة الرحم ورضاك يا رب العالمين نعم سيدة ممصطفى رجعتنينا تاني سيدة ممصطفى تفضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الواكاتو دي حضرتك كل سنة حضرتك طيب وحضرتك طيب وحضرتك طيب وعليك بخير الله بده لك انا جيت دار الافتة وكان حضرتك وعندك شواء تفضل ما عليش نصيبة على راسي على راسي ابني داله منطف السكر وقاب له فشل كلوي بعد ما اتجاوزوا مع اربع عيه وانا كان معايا اخي مرضى قبل عزاين ليون ثلاثين سنة فقال اي ارش كنت بيجي لهم كنت بطيقوا على المستشفى وعليهم وكده بس انا كنت شايلة ارشي لما بعد ما يتوفوا له انا اللي جاري فيه كده فبعد ما توفوا كده بقيت اصرف منه على ابني ده عشان هو عنده فشل كلوي وبجيب له طلباته وبنت رقرة محتاجة انا حاجة سمت في الفين وثمانية تم عليش حاجة ام مصطفى وبعد اذن حضرتك هو سؤال حضرتك الفلوس اللي هي كانت لاخواتك دي كانت انت الفلوس اللي انت شايلها لهم عشان تصرفي عليهم ولا الفلوس دي كان هما كنت عسافر عليهم هما توفوا صرفت عليهم للاخر فصرفت فالفلوس اللي انت كنت شايلها بدأت تصرفيها على ابنك عشان الحالة الصحية اللي عنده حالة الصحية عنده فين سؤالك يا حاجة مصطفى سؤالي ان انا دلوقتي من دايقة ومحتارة ومعايا برضو اخت ومحتاجة كانت بتسافر واحد الصحية اللي تصرفي عليهم حاجة رمضان وملتزمات كلها سؤالك ايه حاجة مصطفى علي تصرفي الفلوس بتاعتك تصرفيها على ابنك ولا تجيب لهم ولا تجيب لهم وما شاية ولا كويس ولا تجيبي شانطة رمضان لا تصرفي علي ابنك اهم من شانطة رمضان ابنك ابنك لانه الاقرب اليكي يبدو ان الترفيهو انت قطعمل عندي حاجة مصطفى يا حاجة مصطفى الاقرب اليك ابنك انت اصرفي على ابنك اللي هو محتاج وخاصة ان احتياجه المرضي اهم من الاحتياج ما يتعلق بشنطة رمضان فالزاك صرفك على ده ده افضل وهذا اجر مضاعف وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتبه لك في النعيم ويوسع عليك ويجعلك ان شاء الله من الابرار ببرك باخواتك وبرك بابنك ان شاء الله نعم السيدة امو محمد تتفضل امو محمد تفضلي يا سيد محمد عليكم السلام عليكم حضرتك انا عندي بنتي مرضة كنصر يا رب اجمع لها بين تمام الاجر والعافية وبعدين كان فيه مصل المصل دواني بمية وخمسطاشر الف انا استلبت ودينتي للناس وجدت كروضة وانا عارف ان ربنا بعقبني عشان الكروضة دي لان انا كنت قلت حض الله بني وبنا ما عنديش هاجبها تاني بس انا قصدت ببنكتي عشان تساعدني وما حدش وقف جنبي فين سؤالك حاجة محمد بس مين قالك ان انت لو انك انت جبت قرد عشان تصدق عشان تدفعي قيمة المصل ده لبنتك يبقى انت ده حرام عليك ودوت هيدخل عليك بالخراب فوقها لا نخش عليها بالخراب بس انه المصلية ده غلط ده غلط ده غلط اللي حاصل ده اللي انت فيه ده ده تمام الدرس انت في مدرسة الحياة ربنا بيعلمنا درس فاللي انت سمتيه خراب ده ده لسه انت بتتعلم الدرس انت والكريمة العزيزة بنتك بتتعلموا درس فليه تخليك انت في نص الدرس تقولي الدرس صعب او مش مفهوم او مصطح حضرتك انا اكتفعت ان انا مش عايزة اجيب كروطة تاني بس في كل مدى الدين بيدينا علي طب فين سؤال حضرتك يا حاجة ام محمد انا هو ده انا عارف ان ادعى جبرك ادعى كبرك بنا ليه مش حاصل يا بنت طب انا عامل ايام انا ملقيتش حد يا شيخ نيقى بجنبي كويس ايه بقى احنا دلوقتي تعملي ايه وانت في الحالة دي اللي انت حاسة ان محدش جنبيك انا اقولك اقولك يا حاجة ام محمد تعملي ايه بص يا حاجة ام محمد خلينا بس نفهم كويس جد ده متعلق بفهمنا للحياة كلها الحياة كلها مدرسة يعني انا انا عمر الورداني لو ان انا حصل لي اي حاجة واضطريت ان انا يبقى عندي احتياج والاحتياج ده انا ما عنديش اللي انا اسد بيه الاحتياج ده عامل ايه هتعامل بالموجود معايا ده وطب وبقية الاحتياج اللي انا مش قادر اشبعه ايه اللي حاصل هشوف ربنا عايز نتعلم ايه يعني انتي لما يكون عندك احتياج عشان تدفعي اولا انا بنادي الناس ان هي تتشارك مع بعض وتتعاون تتعاون عن البر والتقوى وربنا سبحانه وتعالى يكرمهم وكلما الانسان بيساعد حده الوقت اللي احنا فيه ده اهم وقت انا عايز اقول بس ان الوقت اللي احنا فيه ده هو الوقت اللي بتتضاعف فيه العطايا والحسنات والبركات من عند رب البرية لان من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وده معنى انه كمان بيفرج عنه كرب فاللي احنا فيه ده اهم وقت بيحصل فيه التعاون والتضامن والسعي لكن احنا بقى لو حصل ان واحد ابتلي وما عندوش قدرة على التعامل مع هذا البلاء اقصد قدرة مالية لكن عندو القدرة الايمانية والمحبة والمصافة وفهموا ان دوت ربنا مش بعيت له دوت عشان يعذبه فده شيء مهم جدا ان احنا لازم نفهمه واضح كده فيا سادة يا كرام يا احباب يا سادة يا ايوها المنورون ارجوكم لازم نفهم ان احنا الدرس عندنا ما يجيش حد في نص الدرس ويقول ان الدرس ده ما ينفعش يكون في المقرر خالص لان على فكرة احنا في وسط الدرس ده ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ويفتح علينا فيوضات كتيرة جدا 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 لازم نفهمها ولازم نتعامل معها وعدم فهمنا لهذا الامر بيخالي المسألة صعبة فعشان كده سادة محمد كملي وانت مش في حالة عقاب من الله سبحانه وتعالى لكن انت ربنا اراد ان انت تعلمي الدرس كاملا في بعض الناس لما يجوا في نص الدرس يقولوا ما بقتش فاهم المسألة بقت غمضة لكن هو لما يصبر ربنا يفتح علي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فيها سادة محمد اسبري وانا عارف ان اهل مريض الكنسر هم اكثر الناس تعبا لان هم في الحقيقة بيبقوا متصلين انتصال شديد به فعشان كده بقولك استمري وفعله لتقدري عليه وانت مش في حالة عقاب من الله انه ويرجع المرض تاني او يحسر اي حاجة ده مش معناها ان انت في حالة عقاب ربنا يفتح عليك ويسر ليك واجمع بينا تمام الاجر والعافية لبنتك ويحفظك ويخفف من عليك ويسر لك امرك ان شاء الله يا سادة هل نعرض اتكلمنا في مهارة مهمة جدا جدا لجلب السعادة الزوجية مهارة يمكن تكون هي المهارة اللي بتخرج كنوز الجواز انا بسميها المهارة دي المهارة دي هي اللي بتخرج الكنوز اللي في الحياة الزوجية اللي هي مهارة ايه الصداقة الزوجية الصداقة الزوجية هي المهارة اللي بتحس الواحد انه هو في بيته فيه سند في بيته فيه حد يحسسه بالامان فيه حد يحسسه بالاحتواء فيه حد يستطيع انه هو ويندائد به الدنيا هيجد ان صدره هو الباب الواسع على وسع ربنا سبحانه وتعالى ما تحرموش بعض من ان انتو تعيشوا هذه المهار يا سباب لو حين يقبلوا على الجواز يتعلموا المهارة دي المهارة دي مفتاح عجيب من مفاتيح مدد الله سبحانه وتعالى في الجواز توكلوا على الله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا ويبرك لنا ويجعلنا من اهل المعرفة ومن اهل البصيرة لنبصر ما فيه سعادتنا لان الله معنا يوفقنا ويمدنا واجعلنا دائما محل نظره اللهم اننا نسألك ان تكرمنا وان تجعلنا قادرين على ان نختوى نحو المحبة والمودة والرحمة بمددك يا كريم يا رب العالم